شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر ويأتي هذا التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودية وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهم استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر تهدف الاتفاقية إلى مساهمة الصندوق في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري وكذلك نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق ترجمة نانسي قنقر